السلام عليكم مرحبا متشبعين الكرام اهلا بكم في قناتكم الاخبارية المغرب.com لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله هذه ابرز العناوين تلاتة اسباب ستشعل الحرب عسكرية بين المغرب والجزائر على الحدود كشف التقرير اعده خبار عسكري فرنسيون احتمال ممكن لنشوب حرب مسلحة في منطقة شمال افريقيا وجنوب اوروبا معددا اربع حالات يمكن ان تحدث فيها مواجهة مسلحة بين المغرب والجزائر وذكرت تقرير نفسه احتمال نشوب احتكاك عسكري بين المغرب واسبانيا بسبب جزر الكناري واعتبر خبار من مؤسسة البحر الابيض المتوسط لدراسة الاستراتيجية التابعة للجيش الفرنسي ان ارخاب الجزر الكناري وجنوب سبت وامليلي المحتلة بمتابة وقود احتكاك بين اسبانيا والمغرب في حين ان جبل طارق لا يزال موضع توتر بين اسبانيا والمملكة المتحدة واشار الاصدار الاخير من التقير حول الاطلس الاستراتيجي للبحر الابيض المتوسط والشرق الاوسط الى التوتر بين الريباط والجزائر العاصمة حيث وضع الخبار العسكري الفرنسي سيناريو محتمل في اندلع الحرب بين البلدين والتي سيكون النظام الجنرالات الجزائر هو المعتدي وذكرت تقرير العسكري الفرنسي الذي نشرته الصحيفة لاراتون انه في اتجاه الغرب ينظر المغرب بشكل حصري تقريبا نحو جنوب الغرب افريقيا المقدمة على انها جبهة جديدة للمملكة وكذلك نحو شمال اوروبا واتار خباراء انفسهم الى ان الريباط لديها ايضا عيون تابتة في البحر المفتوح ولاسيما في الولايات المتحدة وكندا والبرازيل باعتبارهم ثلاث عملاء رئيسيين اذ يزودهم الفصفات المغرب بالزراعات المكتفة وحذر خباراء الجيش الفرنسي من عدة اسباب يمكن ان تؤدي الى مواجهة مسلحة بين المغرب والجزائر وهي ثلاث اسباب متتالية في التنافس التاريخي بين البلدين والصراح حول الصحراء الذي سمم العلاقات بين الريباط والجزائر لما يقارب من اربعة عقود وهجوم محتمل من قبل جنرالات الجزائرين في حال سقوط النظام الجزائري اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليسلك كل جديد ان شاء الله